شكراً لفضيلة الفاروق الآن مشاهدين موضوع تكنولوجي وصحي أيضاً في نفس الوقت ولكن يهم التكنولوجيا أكثر دخول التكنولوجيا في كيفة النواحي الحياتية بما فيها أيضاً المجال الصحي قدم الكثير والكثير من التسهيلات للعاملين في القطاع الطبي وخاصة أيضاً للمرضى عن الصحة الرقمية أهميتها وأيضاً كل تفرعاتها ومستقبلها سيحدثنا المستشار في التصبيق الرقمي عمار محمد اللي نورنا في ستوديو صباح النور كأولى حلقاتنا من لوسيل عمار صباح الخير صباح النور أهلاً أمين ويسهدني صباحكم طبعاً وأيضاً لانطلاقة الجديدة لبرنامجكم يعني وأخيراً شفناك بعد سنوات من المقابلات المقابلات على الهواء الآن في الستوديو الآن مباشرة ومعنا بي عمار بدايةاً دخلنا نعرفه المشاهدين ونتعرفه أيضاً نحن عن الصحة الرقمية ما هو مفهومة صحة الرقمية بداية نعرف الصحة الرقمية هو التقاء المجال التقني مع المجال الصحي في شكل معين ينتفع منه المريض أو حتى الشخص العادي يعني إحنا ما ندخل في موضوع الصحة الرقمية أنه يطلب أن الشخص يكون مريض أو عنده عراض مرض أنت اليوم عندك مثلاً الساعات الذكية اللي أعلنت عنها مجموعة من الشركات تنبه المستخدم بمثلاً عارض صحي أو شغلة معينة أيضاً الجوالات هناك ما يسمى بالميديكال ايدي البطاقة الصحية تعرف الشخص في كل بيانات الحيوية الموجودة فصيلة الدم لمراضة التي تكون موجودة معه النوبات أو غيرها فبالتالي إحنا أصبحنا نستغني عن البطاقات المضبوعة إلى استخدام التقنية يصير فيه هناك ترابط اليوم بين المريض وبين الطبيب يتم إعلام المريض أنه فيه ترى حالة ممكن تصير معاك ممكن أيضاً نستخدم الجانب الثاني هو أوضع تسهيل المرضى في دخولهم إلى المستشفيات عن طريق الفرز الآلي جميل في كثير طبعاً من الدول العربية الآن تبنت موضوع الملف الصحي الإلكتروني فبالتالي ما تحتاج أن تكون عندك ملفات من ملفات الأشعة أو التقارير الطبية كلها موجودة بالإنثامات تدخل كلمة المرور والإسم المستخدم وتنزل كل التقارير الصحي الموجود معك فصارت حياتنا بسيطة جداً والكل مستفيد من الصحة الرقمية أيضاً إن كان مرضى إن كان طاقم طبي إن كان ناس تتعامل أيضاً مع الأطقم الصحية يعني في الحالات كل الكل يستفيد من الصحة الرقمية عمار أهمية التقاء هذه التقنيات الآن خاصة نعرف لكلنا بعد فترة كوفيد-19 وأيضاً انتشار الفيروس سرع يمكن نوعاً ما أيضاً في كل ما هو رقمي في عدد كبير من المجالات إضافة أيضاً إلى المجال الصحي التقاء كل هذه التقنيات والعاملين إلى أي مدى يمكن أنه يكون سهل ويصبح أسهل أيضاً في المستقبل نحن شفنا في حد كورونا الآن ثلاث سنوات من الجائحة طبعاً الموضوع تم سيطرته بالاستخدام الرقمي يعني كل الدول اللي موجودة قالت كيف نسيطر على الأعداد الموجودة وتوفيتها على المستشفيات أول شغلة كان في مجال التوعية الثاني كان في تطبيقات على الجوالات أو الساعات الذكية يتم ربطها مع الأشخاص المصابين ويتم أيضاً تعريف الأشخاص أنه فيه حد مثلاً متعرض للإصابة هذا الاندماج اللي شفناه هو بداية نوع من التغيير في حياتنا يمكن نشهد لقدر الله مثلاً بعض الأمور اللي قاعدة يصير على المستوى العالم دخول التقنية هو المانع للمجتمع يعني أنت اليوم مجرد أنا أثق في الشخص اللي موجود أمامي لكن التقنية قالت لي أنه فيه شخص مصاب حولي وبالتالي أنا استخدمت التقنية في التحذير من هذا الشيء رقم أننا قد نثق في البشر لكن أصبحنا نثق بالتقنية أكثر من البشر أنفسنا طيب كيف يمكن أن يميز المستخدم بين التطبيق الموقع وأيضاً خلينا نقوله البرنامج الصحي اللي يقدم معلومات طبية وخدمات صحية هي الإشكالية أن أنت المعلومات الحيوية اللي موجودة معاك فيه داخل التطبيق قد تكون معلومات مزورة من مستفيد خارجي أو طرف ثالث فبالتالي أنا أنصح المشاهدين بالتحقق من المعلومات اللي يدخلونها وأيضاً في أصحاب التطبيقات اللي يستخدمونها يعني أنت لما تستخدم تطبيق صحي لن تنزل من مصدر خارجي نزل من المصدر الصحيح يعني فرضاً وزارة الصحة على المثال أو الشركة المصدرة اللي على هذا الموضوع حاول تبتعد عن البرامج اللي هي المهكرة أو المكركة أو الغير مرخصة بشكل عام لأن هذه المعلومات قد تصل إلى الهكر ويتستفيد من هذه المعلومات تحقق من الشركة المزودة تنزل التطبيقات من متجر التطبيقات الأصلي والتي تتعامل مع أي بيانات غير موثوقة طيب بالنسبة إلى طبعاً خصوصية معلومات المرضى أو مستخدمين الصحة الرقمية حتى من الطقم الصحيح لأنه في كل المجالات الرقمية دايماً يتحدثوا على خصوصية المستخدم وهذا مهم جداً بعض التطبيقات الصحية وأنت تعرف عمار تطلب معلومات أحياناً تكون معلومات كاملة عن الشخص إن كان مريض أو إن كان يتبع للأطقم الطبية ما أهمية أيضاً الحفاظ على خصوصية مستخدميه كل إن كان موقع تطبيق أو أيضاً برنامج معين موجود يعتني بالصحرق الجانب الأول هو جانب يمكن ما لا علاقة بالتقنية لكن ودنا نتكلم فيه هو موضوع مهنية العمل الطبي وبالتالي يغسم الطبيب اليوم على السرية الجانب الثاني هو الجانب الأمني في تقنية المعلومات نرى أن كثير من الشركات تقدم سياسة لحفظ البيانات تستخدم سياسة لتشفير تبلغ أيضاً المستخدم أن بياناته في مأمن غالباً نرى شروط أو سياسة الاستخدام قبل استخدام التطبيق وبالتالي المستخدم يتأمن على بياناته بشكل عام لذلك نرى دائماً أن العالم في الأمن السبراني حروب قاعدة تصير لسرقة هذه البيانات وغيرها من الأمور فبالتالي أنا أقول أن بياناته في مأمن لكن أين تخزنها وأيضاً وعيك أنك الشخص في صحة هذه البيانات وأيضاً لمن تقدم هذه البيانات طيب خلينا نتحدث على مستقبل الساحة الرقمية بما أنه كل يوم فيها تطور جديد كل يوم هناك أشياء جديدة نتعرف عليها في المجال الرقمي بصفة عامة إلا يمكن أن تصل هل هناك حدود للساحة الرقمية أم أنه لحدود مع كل التطور يعني يمكن شفنا خلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن ميزة اكتشاف حالات الطوارئ عن طريق الهواتف والجوال أو عن طريق الساحة إذا الشخص مثلاً انحرى في مسارة أو زي سرعتها أو مثلاً ارتطم بشيء مفاجئ يتم أبلاغ غرفة العمليات مباشرة بموقع هذا الشخص ويتم إرسال سيارات الإسعاف أو إخبار ذوي أن ترى هذا الشخص نصاب هذا الشيء ما كان موجود سابقاً كان الشخص لقد لا يفقد حياته ولربما يمكن يتعرض لأذرار معينة ومضاعفات معينة اليوم التقنية سهلت هذا الجانب مهم بالنسبة لنا أيضاً استخدام التقنية اليوم لو انقطع عندك الإرسال شفنا أن بعض الشركات أعلنت عن استخدام الهواتف والجوال مع الأقمار الصناعي لما كان عندك حتى إرسال لما عندك حتى بطارية بممكن أن تتواصل مع الأشخاص لحماية أسرتك أو الناس الموجودين حولك فنشوف هذا التطور أنا أقول مش بخيف التطور بالعكس ينبئنا بمرحلة إيجابية لنا ونتمنى أن فعلاً المشاهدين يستفيدون من الأجهزة الموجودة حولهم في تطبيق وتفعيل الميديكال اي دي لأن أنا أشوف كثير من الناس تستخدم الجهاز الجديد لكن ما تعرفوا مميزاته أهم ميزة موجودة والحفاظ على صحتك وصحت منحورك هذه بعض الأشياء التي تنقص المستخدمين وذكرت نقطة مهمة لأن هناك بعض المستخدمين يستخدموا الهواتف الهواتف عفواً اللي هي حديثة جداً ولكن لا يعلم بخصوصيتها كيف يمكن أن الإنسان يتعرف على كل هذه المجالات وكل هذا التطور الموجود هل هناك من حلول تساعده أن يتعرف أكثر على بعض البرامج أو بعض المواقع اللي يتساعده تحافظ على صحته وأيضاً يكون عنده دائماً مواكبة لتطور الرقم طبعاً أكيد نتكلم عن القارة العلامية ينهب برنامجكم بطبيعة الحال أكيد طرح هذا الموضوع يفيد المشاهدين اليوم الجانب الثاني هو القراءة يعني اليوم على مواقع أنت متى فيه كثير من المقالات الموجودة عن هذا الجانب المهم أيضاً قراءة مميزات لاصدارات الجيلة في الهواتف غالباً الشركات تعطيك نوع من التلميحات أو النصائح أيش الأشياء اللي تم إضافتها في هذا التحديد وأنا أنصح طبعاً مستخدمين استخدام كلمات مرور صعب تخمينها بطبيعة استخدام أيضاً ميزة تتحقق ثنائي الأبعاد أو ثنائي بخطوتين ترجمة أحياناً ندخلنا بأحيان أنا نعرفها بالفرنسي ثنائي الخطوات التام أيضاً عندنا موضوع عدم الضغط على الروابط الموجودة مشاركة للأشخاص مختلفة خصوصاً أنه ممكن قد تجيك هذا الروابط من شخص عزيز أو شخص صديق وقد يكون هذا الشخص متلبس بصفة هكذا مئة بالمئة أمار محمد مستشارة تسويق الرقمي شكراً جزيلاً لحضوركم معنا نورتنا في الستجاه اليوم في الحلقاتنا الأولى من لوسيل وإن شاء الله في الحلقات القادمة أكيد عدد كبير من المواضيع أنا وياك ما نقفوش حديث عن التكنولوجيا والرقمنا في عالمنا شكراً مراحباً رحيك إن شاء الله إن شاء الله نلتقي قريباً مشاهدينا إذن نحن الآن إلى فاصل آخر وأكيد بعد هذا الفاصل عندكم معلومات مهمة إلى عشيق السفر سنقدم نصاح عديدة للاستمتاع بأفضل رحلة سياحية في قطر اشتركوا في القناة